في حكاية بقى تركز معايا بقى في الحكاية اللي جاية دي حكاية حضرتكم عرفتوا التسريبات اللي تلعت مبارح واول مبارح فيما يخص العقوبة اللي لجنة الانضباط اتخذتها ضد دونجا لعب نادي الزمالك تقال انه هو أربع مباريات وده مش تقال يا وده حقيق يعني أربع مباريات وخمسين ألف جنيه غرامة اقاف أربع مباريات وخمسين ألف جنيه غرامة لجنة الانضباط بعثت العقوبة دي لاتحاد الكرة اتحاد الكرة لما جات له العقوبة دي بدأ يقول في حاجة غلط عنده سببين اتحاد الكرة اول سبب انه العقوبة شايفها قليلة اقل من الحدث اللي عملوا دونجا او الفعل يعني الفعل السيء اللي عملوا دونجا اللي اظهرته الكاميرات وبرضو شايف انه العقوبة مش راضعة بنسبة كبيرة يعني وقارن العقوبة دي بالعقوبة اللي خدها كهربا هو قال او اتحاد الكرة شايف كده ان كهربا فيه هتاف فيه هتاف خارج عن الاعراف او خارج عن الاداب العامة تم معاقبته باثناشر مباراة لكن دونجا مش هتاف هو فعل لا اخلاق كهربا عمل هتاف لا اخلاق ودونجا عمل فعل لا اخلاق دونجا خد عقوبة اربع مباراة وكهربا خد بالهتاف اتناشر مباراة فهو اتحاد الكرة مش عايز حد يمسك عليه حاجة فودة العقوبة دي اللي اتخذتها راجلة الانضباط ضد دونجا لللجنة القانونية عشان يشوفوا الكلام ده هيمشي في طريق صح ولا لا ولا لا عشان كده العقوبة تم تجمدها عشان كده لم يتم الاعلان رسميا عنها لحين التأكد من شرائتها وصحاتها نشوف نشوف ما بحبش دايما في الحاجات اللي فيها عقوبات او الرأي بس نشوف وبعدها نقول الرأي لما يبقى فيه قرار رسمي واضح وصريح ويا يا جماعة او الحاجة اللي حاجة اللي اقول فيها رأي مش العقوبة يعني يا جماعة يا جماعة الخير لعبي كرة القدم مدربين كرة القدم مسؤولين كرة القدم هجماعة لازت تفهموا ان انتوا فعلا قدوة ملايين الناس بتتفرج عليكم ملايين الشباب بيتفرجوا عليكم مش عايز اقول الكلام الكبير اللي هو فيه تنظير بس ما هو كل الناس بتأثر بيكو بطبيعة الحال بطبيعة الحال ده في حد قال لي الكريم عادي يعني اللقطة بتاع الدونجة دي لعبت الكرة بيهزروا مع بعض لأ 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 حتى لو بيهزروا مع بعض هو اصلا ما يهزروش مع بعض كده انا ياسف يعني حتى لو فقط اللبس وإحنا مش شايفينه لكن لما تبقى قدام الناس كمان لأ مثل وقضوة فكر في ده طول الوقت فكر في ده طول الوقت بتهزر بقى مع صاحبك كده بتحبوا بعض كده بتهزروا أي حاجة كل ده حتى بينكم وبين بعض ما ينفعش تعملوه أنا مش بتكلم على موقف دونجة بس أنا بتكلم على لعبة كلها ولا خراب يروح يهتف ولا شكبال يروح يدايق ولا دونجة يعمل مش عارف ايه كلكم نجوم كبيرة وأسماء رائعة ومحترمة ومثل وقضوة للجماهير اللي بتفرج عليكم والله يا معصد أنا دايما للحاجات دي وار باتكلم فيها بقى لأ الناس تتصوى إن هي مجرد تنظير يعني لكن هو بطبيعة الحال دي كرة القدم الملايين ملايين الشباب والأطفال بيتأثروا بكل واحد بيشتغل في هذه المنظومة فلازم نبقى حرسين على دا ونبقى مسؤولين كلنا يعني ترجمة نانسي قنقر